في عام 1157 حصلت البيعة المباركة في الدرعية عندما قدم الإمام محمد بن عبد الوهاب طريداً من العيينة فاستقبله أحد طلابه في الدرعية وهو يقال له محمد بن سويلم فلما علمت زوجة الإمام محمد بن سعود وهي موضي بنت أبي وطبان رحمها الله وهي امرأة صالحة رعية توحيد وسنة فأخبرته بمقدم الشيخ وقالت هذه غنيمة باردة ساقها الله إليك فليأتنا فقالت لا أنت تذهب إليه لأن هذا يعني ذهابه إليه أوقع في قلوب الناس عندما يرى الناس الإمام محمد بن سعود يذهب إلى الشيخ محمد الوهاب يحترمه الناس ويكبر ويعظم في أعينهم فذهب إليه والتقى به في بيت بن سويلم ورحب به الشيخ محمد الوهاب وقال له أعني الإمام محمد بن سعود أبشر بالنصرة يا شيخ محمد فقال له الإمام محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب وأنت أبشر بالعزة والتمكين فجلس وبدأ يحدثه عن فضل التوحيد وأهمية التوحيد ونصرة هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لمن نصر هذا الدين فقال له الإمام محمد بن سعود أخشى يا شيخ محمد إن نصرك الله وأظهرك أخشى أن تذهب وتتركنا فقال له الإمام محمد الوهاب أمدد يدك فمد يده وقال له الدم بالدم والهدم بالهدم ومن تلك اللحظة انطلقت البيعة المباركة في الدرعية وبادأت الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى منهج السلف الصالح وقامت حلق ودروس العلم فوفد الطلاب من أقاص الجزيرة ومن خارجها يطلبون العلم الدرعية التي ربما لم تكن سبعين بيتا أصبح يتوافد عليها هؤلاء وأصبحت شعلة من العلم ومنارة من مناراته فبعد أن كانت الدرعية قرية صغيرة مغمورة أصبحت بلدة عالمية مشهورة يضرب لها ألف حساب فخرجت العلماء وخرجت القضاة يفصلون في الخصومات وفتح الله عليها فتحاً عظيماً ترجمة نانسي قنقر